اهلا بكم وتحياتي لكم جميعا اه يعني كل يوم الرسائل تجي لي اه ليه السكر يا دكتور عالي السكر عالي السبح السكر عالي السبح وانا صايم وانا مش تعبان وانا مش عالي فالموضوع مقلق جدا للناس وموضوع اصلا ظاهرة اه طبيعية وخصوصا في الحالات اللي هقول لكم عليها السكر يا جماعة عالي السبح لاسباب سهلة ان احنا نعرف نحن له في مريض السكر او غير مريض السكر طبعا بيبقاش عالي مريض السكر ليه بيبقى عالي في زاهرتين معروفين جدا اسموهم دون في نيومنا السومجاي السومجاي ده اسم العالم اللي هو اكتشف الظاهرة دي والدون اللي هو زاهرة الفجر طبيعي في جسم الانسان انت لما يكون السكر عندك اه اه اما يبدأ الواحد ييجي فترة الفجر انت هتصحى محتاج بنزين العربية عايزة بنزين عشان تتحرك محتاج طاقة الطاقة دي بتيجي من الجلوكوز اللي انت بتبقى مخزنه فاللي بيحصل ايه ان الهرمونات بتبدأ تعلق فترة الفجر الكورتزون والجروس هرمون والادرينالين والجلوكاجون والحاجات دي كلها بيعلى فترة الفجر يقوم يطلع السكر بكميات كبيرة علشان يديك الطاقة انها تقدر تتحرك اللي بيحصل في مريض السكر ان الانسولين عنده غير كافي لحرق الطاقة اللي هو هو بيطلع السكر في الدم لكن اللي بيحصل ان هو السكر مفروض يخش الخلية كمية الانسولين اللي مفروض تدخله في الخلية ضعيفة فالسكر بيعلم الظاهرة التانية وهقول لكم طبعا الحل ايه والعلاج ايه الظاهرة التانية اللي هو لو حصل هبوط في السكر بالليل الغالبا من الفترة الساعة اتنين لتلاتة الفجر كده انت بتبقى نايم سكرك مية مية وعشرين بالليل قبل وتبقى مبسوطة ان السكر يبقى كويس وكل حاجة وبتبدأ ان انت تيجي الساعة الصبح تصحى على ارتفاع السكر طبعا ده بيبقى بسبب ايه بسبب الهبوط اللي حصل فالمفروض ان جسمك مش هيتساب في الهبوط ده هتموت فالمفروض ان جسمك بيعمل حاجة اسمها او اللي هو اه بيبقى رد الفعل الكل فعل رد فعل جسمك بيدافع عنك بيقول ان في حالة حرب يوم يطلع الهرمونات عشان ترفع الموضوع ده او ان انت تبقى واكل اكلة ده سمع ماكلة فيها كربوهيدريك كتير بالليل ونومت على كده وعندك مشكلة ونايم زعلان واحد زعلان مع امراضه واحد بتخاني مع ابنه اه واحد زعلان في الشغل اللي حصل مشكلة فقعد تقول الليل يفكر فالهرمونات بتعلق بشكل جامل جدا وده بيسبب لك المشكلة علشان كده دي التلات حاجات بمنتهى البساطة خالص وطريقة سهلة خالص يبقى سكرك هيعلى الصبح هتعمل ايه المريض النقوة التانية لو بياخد انسولين هيقلل جرعة الانسولين مش هيزودها هيقلل جرعة الانسولين لان انت عندك اصلا تسمم وعندك تسمم انسولين ومقاومة انسولين انت جسمك اللي بيحصل اول ما بتبدأ الديت اللو كرب اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكربوهيدرات القليلة والنشويات والقالة للعيش والروز الكبد اعتبروه زي البلونة البلونة في الطبيعي انها اول ما تاكل السكر يدخل السكر جوه الكبد يقوم يعينه وقت ما نحتاجه على هيئة جلايكوجين ساعة ما نحتاجه وانت صايم الصبح لما يكون صايم بيطلع بالنسبة سكر يقوم ينشر السكر ده كله اللي بيحصل في مريض السكر ان ان انت الكبد زي البلونة كده منفوخة اكتر من الطبيع قد كده فالمريض السكر بيحصل ايه انه بيطلع السكر بكميات كبيرة الموضوع ده بيحصل في بداية النظام الغذائي اللي احنا قلنا عليه وما تقلقش استمر يوم هيبدأ يقل لي يقل لان السكر بيعلى معناه انك انت جسمك بيتخلص من السكر اللي جوه الخلايا اللي جوه الكبد اللي جوه الخلايا اللي بسبب لك مشكلة علشان كده للمريض اللي هو بياخد انسولين هو ما بيحلش المشكلة ده هو بياخد الانسولين يقوم يقلل السكر اللي في الدم ولكن السكر اللي جوه الخلايا زي ما هو قاعد عايز ينزل مش قادر ينزل خالص فاحنا ما حلناش كده المشكلة يبقى الصح ان انا ما كلش وجبة دسمة جدا بالليل فيها كربوهيدريت وانا شويات خالص علشان السكر يفضل عالي لغاية الصبح لو فيه ضغط عصب أو حاجة زي كده جرعات الانسولين اللي انا باخدها المفروض ان انا في النوع التاني ان انا اقللها خالص واشوف حل لمقاومة الانسولين بالطرق اللي احنا قلنا عليها في الفيديوهات التانية الكيتوجينيك دايت واللوكارب دايت والحاجات دي كلها ده ده العلاج الاساسي الوحيد والزاهرة التانية اللي انت ممكن تاخد سناكس بالليل قبل ما تنام حاجة صحية برضو علشان السكر ما يحصلوش الهبوط اللي بيحصل لان هبوط السكر فترة المسا ده هو ده اللي بيخلي الهرمونات تطلع وتعملك المشكلة ده موضوع بسيط موضوع سهل وانا بكل الاحد يقول لي السكر اصحى الصبحة العالي ليه السكر اصحى الصبحة العالي علي هدي شرحت لكم الموضوع اهو السكر الصبحة عالي ليه عشان مقاومة الانسولين والحل ايه اللي احنا قلنا عليه اشكركم وتحياتي لكم واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة